السلام عليكم ومرحبا بكم بشيوة جديدة مشيوات ام اناس اليوم اجد اجب ديكم واحد حلوة دي العيد من ضمن الحلوية دي العيد طبعا فما بقى لوالو كان وجده طبعا العيد مبارك فحلوة اقتصادية في المتناول مكونات جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت حلوة دي الكوك لاغلاء لمسكين فالمنظر ديها راقي والمدق ديها رائع جدا كتجي معلكة طبعا وكتدوب في الفم دوبا اذا تبعتوا طبعا النصائح اللي غنتك لكم في الفيديو ونفس الطريقة والمراحل فغادي تجيكم ان شاء الله في حل هدي او احسن فكنقولكم الف مرحبا الى كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي كنقولكم ضغطوا على زل الاشتراك الاحمر اتابونا وفعلوا جرس باش هكذا توصلوا بجديد وصفات وغندوز ان شاء الله مباشرة للمقادير فبالنسبة المقادير عندي هنا يا مئتان جرام من جوز الهند ليكون من نوعية الممتازة عندي كيسين من الفانيليا وعندي هنا يا ملعقتين من النشا اللي كيكونوا مملوئين جيدا خميرة كما ويمقارب خمس جرامات ملعقة كبيرة مملوئة جدا من الكونفيتور المربة ديال مشميش عندي ثلاث بيضات ليمونة كأس من الزيت وكأسين من الفينو كأس من السكر بالنسبة للساميد فكيكون الساميد ناعم جدا يعني انا استعملت هنا الفينو وكذلك هنا يا عندي سكر بودرة بالنسبة للسكر بودرة هنا في المانيا اللي كيتبع فما كيكونش سبيسيال باش تردوه سبيسيال ضروري جدا ما كتضيفو عليهم عندي هنا مئتان وخمسون جرام من السكر غلاسي بفتعله ملعقة كبيرة ونصف الى ملعقتين من النشا ثم رأس ملعقة من الخامير الكيموية ما يقارب خمس جرامات هكذا كنحصلو على السكر اللي كيكون السكر ممتاز اول حاجة غادي ندوزو نطحنو الجاوز دينا ايه غا نطحنوه جيدا باش نخرجو منو ديك الزيوت اللي كتكون فيه ضروري جدا اش كان قلكم انا الكوك او الجاوز الهندي يكون من النوعية الممتازة غادي نطحن معاه السكر بالنسبة للكم انتو ميلكو تبغو تتخدموه باليد فيعني الاختيار كي بقى لكم هنا يعني كانت جنب مضيعة الوقت انني مقنحوك باليد ديالي فطبعا ثم كتستعملو الطراب الكهربائي اولا كتتحنوه مع جاوز الهند فغادي نطحن عفوا الكل جيدا السكر ثم جاوز الهند اي الكوك حتى يعني كتلاق ديك المركز ديالو كيولي المدق ديالو مركز جدا كيولي على هاد الشكل ها هو يعني تحنت منو تحنت السكر منو استخرجت الزيوت وكذلك المركز ديال الكوك سافي غادي نجيب في واحد البول فاش غادي نخدم الكل جيدا غادي نحك الليمونة طبعا بنسهنوا بتاديات مكان هدرش هنا مع ربات البيوت المحترفات دارو جدا ما كان صحكم دائما في الحلويات ما تدخلوش في بياض الليمون هكذا باش تجنبو ديك المرورة اللي كتعطي الحلوة ديالكم سافي كيف ما قتشوفو كنحاول فقط يعني سطحيا يعني كنحك فقط القشر اللي كيكون اسفر من بعد ما حكيت الليمونة ديالي جيدا غادي ندوزن هالرسل 3 بيضات تيكونوا بدرجة حرارة الغرفة هكذا باش كيساعدكم يعني باش كتجنس العناصر مع بعض بسرعة سافي بالنسبة للبيض فانا استعملت هنا الحجم الكبير يعني الحجم L انتوما لستعملتوهم صغار يعني صغار بزا في الحجم S ولا XS فكتستعملوا 4 بيضات سافي ضفت ديك كيسين من الفانيليا انتوما تقدروا تستعملوا واحد فقط لكن كي اعطيها مضاق خاطر جدا من احسن استعملوا 16 جرام كل كيس فيه 8 انا استعملت هناك كيسين اي 16 جرام هدي نخلط هنايا الكل مع بعض بالطراب الكهربائي ثوما كيف ما سبق ليقوت لكم فالحلوة دائما كتتخدم بالليد بغير تتخدموا بالليد فطبعا الاختيار كي بقى لكم هنا كنضيفو ديك الملعقة كبيرة جدا من المربا فهذا السر ديال تعليك اللي كتعطينا تعليك للحلوة ديالنا فصراحة ما تستعنوش عليها الى ما كانش المربا ديال مش مش فبالإمكان ديالكم تستعملوا اي نوع من المربا ولكن كنصحكم مش مش لانو كتواتا مع مداق الجوز الهند سافي ضفت الزيت وغادي نخلط الكل مع بعض حتى كتجنس لي العناصر كيو اللي الكل لين ثم غادي ندوزو ان شاء الله نضيفو العناصر الاخرى فصرافي هنا يا غادي نضيفو الكأس الاول من السميد الناعم جدا بالنسبة للي كيف ما قد لكم الفينو وكان عاود نزيد نأكد لكم الفينو اللي استعملت ماشي سميدة متوسطة الفينو سافي ضفت جوز الهند مع السكر اللي تحنت معاه ثم غادي نضيف الخميرة الكيموية بالنسبة لكأس تاني فما غادي نضيفوش فهدا هو السر طبعا ديال هاد الحلوة باش كتجي معانا مشقة ضروري جدا كان نضيفو السميد الناعم او الفينو على دفوعات ما كان نضيفوش في دقة واحدة هنا غادي نضيفو كدليك الخميرة الكيموية ثم غادي نضيفو النشا اللي اسبق لي قد لكم ملعقتين مملؤتين جيدا ثم غادي نخلط الكل معا بعد حتى كيولي الخليط ديالي متجانس ما كيبقاليش الحبيبات او الكويرات ديال الكوك واضحة في الخليط ثم كنضيفو الكأس التاني فبالنسبة لجوج الكؤوس فغادي تاخدو مئة بالمئة ثم غادي نضيفو نصف كأس اخر ثم كيفما قد لكم دائما كتضيفو دفعة بدفعة شيئا فشيئا حتى كتجانس للعناصر جيدا وكان حصلوا لوح القوام لي ما كيكونش قاسح بزاف وما كيكونش خفيف بزاف بقوامعي ان شاء الله باش تشوفو سير هاد الواصفة باش كتجي معنا معلكة وخفيفة وكتدف الفم دوابا فهنا كيفما كتلاحظو معا يامي اللي ضفت اولا دخلت الكأس الاول من الفينو جانسة للعناصر جيدا كنزيد نأكدكم ما تضيفوش الكوكس في دقة وحدة يعني واحد مراخر كتضيفو الاول كتخدموه جيدا ثم كتضيفوه الثاني باكمله بالنسبة الكوكوس انا عبارتها اياه بجميع الكوكوس يعني المعيارية 150 جرام 150 مليلتر ديال كأس العنبا صافي من بعد ما يضفت الكأس الثاني ردوا البال الكأس الثالث غادي نضيف منو فقط النصف كيفما كتشوفوه نصف فقط وغادي نخلط الكل جيدا العجين طبعا كيبقى ما يخلاكو مش كيبقى يلتسق في اليدين انا استعمل هنا اللي قات بذلك ما غايكونش عندكم واضح يعني في الصورة لكن هو العجين كيلتسق يعني شيئا ما ما تخافوش منو خليوها على جنب لما توجدو العناصر الاخرى السكر ديالكم وماء الزهر او للماء ثم كترجعو ليلو كتخدموه يعني بكل سهولة صافي ضروري جدا ما كتخليوها على جنب خمس دقائق حيث كيفما كتعرفو يعني السميدة او للفينو فاكي تشرب السوائل هنا غادي ندوز على جنب علما ترتح لي الخالط ديالي او لا يرتح الخالط ضفت هنا تقريبا مئة مليليتر مينا ماء الزهر تقدرو تستعملو الماء العادي ولكن يفضل ماء الزهر لانو كيعطي لدة او لبنة لديدة الحلوة هنا يعني ديك السكر غلاسي اللي خلطت معه المايزينة ثم رشة من خميرة كيموية ثم بغيتوا طبعا تجنبو هاد الخميرة وهاد الناشا فما عليكم الا تشريوا السكر غلاسي سبيسيال بالنسبة لي انا في علمانيا صراحة السكر بودرة ما كنلقاش السكر الممتاز يعني دايما عندهم يعني نوعية سيئة رديئة كتعملوها كتدخلو في الفرنكي واللي معلكو كيدو بوحده بوحده طبعا كيفما كتشوفو كندهان لي الدين ديالي جيدا بالقليل من ماء الزهر ثم كنعمل كورات انا بالنسبة لي صراحة كنت عيانة شوية عملت الكورات كبار باش نسالي الضغية ثم بغيتوا تعملوهم صغر هي احسن يعني الزربة وما تعمل فجاوني كبارين صراحة فكي خرج كتخرجوها الكمية هائلة خرجت لي انا جود السواني وواحدة السنية صغيرة وخمس حبات يعني جود السواني ما شاء الله يعني كبارين يعني الحبات كبارين بزاف فصافي كيفما قلت لكم توما كعملوهم صغار إلا ما كنتوش مزروبين بحالي صافي هنا يا كيفما كتشوفو كتمردوهم جيدا في السكر ما كتنفطوهمش نهائيا يعني كتخليهم غبري من فوق يعني بكمية يعني شوية يعني تكون زيدة ديال السكر هكذا باش كتجينا ديك تشققات في الفرن وديك المنظر الرائع صافي غادي نستمر إن شاء الله بهذا الطريقة كان كور كان دهن لي الدين ديالي وكان كور الكورات بالنسبة لي لي أنا حمزة هنية الكورات ما شاء الله كبار كيفما قلت لكم وصافي بقوا معي إن شاء الله بتشوفو نتيجة النهائي موسيقى بعد ما كملت الصينية الأولى فغادي نضغط الضغطات خفيفة بواسطة الأصبع لي يعني الفرن كيكون طبعا ساخن مسبقا من فوقه من تحت 180 درجة فطبعا ما كتاخدش معنا طياب نهائيا تقريبا من 15 دقيقة يعني كتكون صافي واجدة متخلي واجدة تحمر بزاف لأنه ضغية كالطيب وإذا خليتوها أكثر من 15 دقيقة في الفرن فغادي معكم كارما ويبسا وما غاديش معلكة وما غاديش على القوام اللي غادي تناوه صافي ديالي السنية الثانية بعد ما دخلت السنية الأولى نفس الطريقة من بعد ما شكلت كورات فن التوم جيدا في السكر غلاسي الفرن طبعا كيكون ساخن إعلامية 80 درجة نعود نكرر لكم من تحت ومن فوق بالمروحة الهوائية إذا كان ممكن فصافي هدوهما السينيات وهدوما الحلوات وهدية السينية الثالثة خرجت لي خمسة صراحة أننا عملتم كبارين بزاف ورا كيزيدوا كيبروا فررا ردوا البلدي لكم خليوا تسع ما بين كل وحدة وحدة كتخليوا شوية ديالفرق صافي فهذه الحلوة دياليوم حلوة جوز الهند أولا ديالكوك فصراحة محبوبة الجماهير فأنا ولدت دياليكي حماق عليها كتجي بنينة بزاف وكتجي الديدة وهشيشة ومعلكة من داخل يعني كل قدمة غتأخذك إلى عالم الخيال خاصة مع كويز ديال آتا يولا مع طاسة ديالقهوة فكنتمنى يكون الويديو دياليوم من الإعجاب ديالكم كانتمنى لكم مع واشر مبروكة جربوا هيدا جربتوها للعيد فردوا عليك صراحة جد اقتصادية وكتستهل التجربة وما بقى ليخوتي لنقولكم دمتم فريعات الله وحفظك في مالعادة والسلام عليكم